كان فيه تصريحات لوزير التنمية المحلية سيادة المزير الشعراوي قال ان احنا بنعمل دورات تدريبية على كل المستويات الفترة اللي احنا فيها دي التصريح ده كان من ثلاث سنوات او اربع سنوات انا حضرت دورات تدريبية كتعملها وزارة الشباب لانتخابات المحليات وطلعتش حد؟ لا ما فيش انتخابات هم جاهزين علمناهم دربناهم يعني استقفناهم انما نفتح المجال ونشوف مين هيتقدم يعني يعني اذا الكرة في ملعب البرلمان حاليا والجهات المختصة انها تطلع هذا والحكومة طبعا طب ايه هي الاختصاصات وفق القانون اللي حيقوم بيها المجالس المحلية ده اختصاصات رئيسية يعني الموازنة هم اللي بيقرروا المحافظة والقرية وكده المجالس المحلية كله المرافق كيف بداية مشروعات المرافق والاخر تخصيص الاراضي من اخصاصهم حاجات كثيرة جدا اساسا من اخصاص المحليات والمحافظ بينفس طبعا المحافظ له خصصات اخرى انما في غاية زي ما وصفت هم اهل الدار هم اللي عارفين هم اللي حيساعدونا هم اللي حيقرروا حننتهي من موضوع المركزية في اتخاذ القرار ونتحول للمركزية في اتخاذ القرار لابد اللا مركزية هي اللي هتعمل تنشيط وتعمل الخدمات بسرعة وتعمل كل حاجة ماهو انا مش معقول الحكومة المركزية بما لا بما عليها من التزامات كبيرة داخلية وخارجية وهو الاخر اوقعات قومية تبقى مشغولة بكبر بسيط مشغولة بانطرة مشغولة برشف طريق مشغولة نفتح واحدة محلية هنا مشغولة بان احنا نعمل مدرسة دي مسائل خليها للمحليات هو يعني يتفرغ للمسائل القومية الكبيرة يعني ممكن ما عندوش رغبة بسيط المستشار عندوش رغبة يعني خايف يعمل موازنة مثلا ما فيه موازنات محليات موجودة يعني هو ما حدش قادر يتصور ان اذا كانت الدولة عندها رغبة في اقرار قانون ما وهي تصنع هذا كثيرا يعني انها ما يتمش العملية مش رغبة العملية اجباري ده استحقاق دستوري ما هو ده يعني ايه لي معطلوه يعني لو الدولة والحكومة متنسلة في الحكومة يعني هنا حدخل فيه مخالفة الدستور من يتحمل مخالفة الدستور من يسائل عن مخالفة الدستور يا مسائلة المسائلة مسائلة الحكومة من البرلمان مسائلة الحكومة من البرلمان والبرلمان اذا تخلف المفترض انه هو تسحب منه الثقة ويحل برلمان تاني ومين المفترض كان يقوم بهذه المسألة اللي هو دفع البرلمان انه يمارس هذا الدور علشان استحقاق الدستوري ده يتم لا ده طبعا الاتجاه يجي بقى من السيد الرئيس ان شاء الله في المرحلة القادمة ده الاعتقاد بقى بتاعي المرحلة القادمة كان مشغورين في حاجات خلصة الحمد لله المرحلة القادمة لها حاجات تانية والسحقات تانية ومنها هذا الموضوع وانا اعتقد انه سيكون من الاولويات ان شاء الله اذا فيه رسالة طلبت من حضرتك توجيهها دلوقتي سيادت المستشار للجهات معينة من اجل هذا القانون هتكون موجودة لمن اولا البرلمان لانه في حوزة المشروع ترقى معي تقول له ايه ارجو اخراج هذا المشروع ويدخاله للنقاش في الجلسة العامة ويصدر هذا القانون يعني الموافق على هذا القانون ويرساله للرئيس ليصدره فقط فقط برلمان فقط مفيش اي رسالة للحكومة هو حاليا في عهودة البرلمان ما انا لو قلت الحكومة هتقول انا بعدت المشروع للبرلمان فهو في حوزة البرلمان فارجو ان البرلمان يتحمل ويبدأ في انجاز هذا المشروع ان شاء الله اكتر شخص حيستفيد من اقرار هذا المشروع؟ شعب بلا جدال انا اعتقد كده الكرة كمان بقيت في ملعب الشعب انه يضغط على النواب البرلمان عذا شغل يقروا هذا القانون وإلا هيبقى عندنا مشكلات وربما تكون خارجية زي ما سألت كوندليسة رئيس قبل كده عنه طبعا احنا لنا شكل خارجي مسألة البرلمان احنا كلنا عارفين هناك حكم محلي كمان يعني حكم حكم مش ادارة احنا عندنا ادارة يعني اقل شوية من الحكم هناك حكم محلي المستقل بذاته يجمع ضريبه يوزع فلوسه يعمل مشاريعه وليد استوره لاتفاقاته لنظامه لمحاكمه يعني عملية فضيعة وده نظام غير قبل التطبيق في مصر لا 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 خلينا في ادارة قوية لا اخصصات قوية تكسينة جدا المهم انها تيجي المهم تبدأ ان شاء الله انا مشكرك جدا سيت المستشعر لا لا تا جدا جدا يعني شتو